هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو معي أنا وارد أبو طاهر موضوع حلقة اليوم هو الخزالين يلي ممكن يصير بعلاقاتنا العديد إن كانت عائلية صدقات أو علاقات حميمة أولاً شو يعني خزالين؟ الخزالين هو شعور سلبي منحسه لما يلي بيصير معنا ما بيتناسب مع الشي اللي نحنا توقعنا إنه يصير ممكن يكون بطريقتين ممكن شخص يعمل شي نحنا ما كنا متوقعين إنه ممكن يعمله أو العكس كنا متوقعين شي من شخص بس ما عامل هالسلوك كيف يعني رح أعطي أمثلة وكل الأمثلة اللي رح أذكرها بهاي الحلقة هي أمور ذكرتوها لما فتحت الموضوع على الستوري ومن بعد ما ننشر الحلقة رح كفة نشر أجوبة إضافية من يلي شركتوهم مثلاً كيف ممكن حدا يجرحني عبر قيام بسلوك أنا ما كنت بتوقع إنه يعمله مثلاً كتير نذكر إنه شخص فل من دون ولا تفسير هيدا واحدة من الأمور يلي ممكن تحسسني إنه هالشخص خزلني فل ما فسر لي هو ليش فل كمان ممكن يكون إنه في شخص معين قام بسلوك خبرته شي وراح خبر أشخاص آخرين فأنا وقتها خبرته توقعت إنه هو يحفظ السر بس هو ما حفظ هيدا السر ممكن كمان السلوك بإنه شخص ما يعمل سلوك نحنا كنا متوقعين إنه يعمله فأنا عيد ميلادي بتوقع شخص قريب مني إنه يعيدني إذا هالشخص ما عيدني راح حس إنه هو عم يخزلني هيدولي أمثلة بسيطة ممكن كمان نشوف أمثلة بتكون معقدة أكتر أكبر ممكن يكونوا من الأهل ومن الأشخاص المقربين اللي بهمني أقول إنه بغض النظر على شو نوع الخذلين يلي نحنا منحسه أو شو السلوك يلي خلينا نحس بهي الشعور هو شعور سلبي وبيوجع منه شعور حلو نحنا هيك منحسه وبيقطع ببساطة لا هو شعور عن جد بيوجعنا بيحسسنا إنه في شي نهز تغير شي بحياتنا تغيريت مثل كأنه نظرتنا للشخص يلي نحنا عم نحكي عنه مش بس إنه أنا زعلت من هاي الشخص عمل شي وزعجني لا هي بتروح أبعد من الحزن بتوصل لمحلات إنه أنا بحس إنه عن جد هيك ما توقعت إنك تعمل هيك نزلت من عيني أو نظرت لألك تغيريت هيدا الشي اللي نحنا منحكي عنه لما نحنا منقول خذلين أي نوع من الخذلين إن كان من العائلة أو من الأصدقاء أو من الشريك أو من الشريكة دايماً 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 بيخلينا نحس بهي دي المشاعر أكيد ممكن يختلف نوع السلوك والشخص يلي بيعمله على تأثيره علينا بس ولا مرة تستخفوا بهيدا الشعور يلي أنتو بتحسوا هلأ بيسألوا أشخاص من وين بيجي هيدا الشعور من أكتر من محل أو ليش نحنا منعيش خذلين من أكتر من أسباب في أسباب ممكن تكون متعلقة فينا نحنا كأشخاص ومن توقعاتنا يلي منحطها من حالنا ومن المواقف يلي بتواجهنا بالحيد يعني مثلاً كتير أوقات بيسمع أشخاص بيقولوا إنه أنا رح أبقى بهيدا الوظيفة مع أني مش مبسوطة ومش مرتاحة وعم بتعرض لكتير أمور سلبية بس رح أبقى لأن الوجع يلي عم معيشه هلأ هو فترة لحتى أنا أوصل على الشي يلي بدي أوصله يلي هو هدف عندي ومعيش هالشخص فترة كتير طويلة هالقدة عم بيحس أمور سلبية وبيوصل للهدف تبعه وبيلحظة بيحس إنه لا ما كان بيستاهل هالهدف إنه أنا هالقد أتألم أو يمكن كيفيني أوصله بطريقة إيجابية أكتر فهوني في نقطة كتير أساسية لما منحطة منقعات على حالنا لما منحط حالنا بمواقف معينة صعبة كتير أساسية إنه نحنا كأفراد نعرف وين رايحين وننتبه شو هي الخطوات اللي نحنا عم نعملها وكيف نحنا عم نوصل حالنا لعين الهدف هل أنا معمة عن كل الطريق بس كلمة يلي أوصل للهدف وهل أنا عن جد هالهدف بدي أوصله ولا بفترة معينة كان بدي إيه بعدين فجأة حسيت إنه لا أنا وين رايحة فهوني في نقطة كتير أساسية وكتير مهمة دايما نركز على المشوار مش بس على الهدف طبعنا لأنه لما بس منركز على الهدف كتير ممكن نحس بهيدا الخزالين من نفسنا هيدا واحدة من الطرق يلي نحنا فينا نحس فيها بخزالين طريقة أخرى من نحس فيها بالخزالين هو لما بيكون في شيء أكتر خارجي أمور خارجية وأشخاص خارجيين بيحسسونا هاي الشعور عامة سبب هيدا الشعور ونحنا منحطها وقعات أكتر من ما الشخص قادر يعطينا هاي الشي ما بيعني أنه ظن بنا كتير بهمني دايما هون وضح أنه لما بنحكي عن الخزالين دايما الأشخاص بيقولنا إيه أنت سقت فيه أكتر من ما لازم إيه أنت عملت هيك هيدا الشي مش صح ومش دقيق لأنه نحنا كأشخاص بطبيعتنا رح نوسق بالناس ما فينا نعيش كل حياتنا عم نتشكيك بكل الناس اللي حولنا تخيلوا أنه أنا عايشة ما بوسق ولا بأمي ولا بيخي ولا بيبي ولا بيرفقاتي طيب أنه كيف بدنا نعيش كيف بدنا نتصرف هلأ رح نحكي أكتر عن هيدور الأمور بس دايما لازم ننتبه أنه تكون توقعاتنا منطقية كيف منحط توقعات منطقية رح أحكي فيهون بعد شوي بس هون بهم نذكر ووضح أنه مش زانبنا لما نحنا منتعرض لخزالين نقطة ثالثة كمان بتخلينا نحس بالخزالين الدائم هو لما نحنا منكون دايما متوقعين بمحل أنه نحنا دايما رح يصير معنا قصة سلبية نحنا كأشخاص عايشين من طفولتنا يمكن بسبب صدمات بالطفولة أنه نحنا دايما شايفين أنه القصص البشعة بتصير لألنا وكل ما منعيش نحنا شيء منضل حطين هيدا التفكير السلبي بالموضوع فلدرجة أنه نحنا منكون ماشيين بهالموضوع ومقتنعين فيه وماشيين فيه ومنركز كتير على لما يصير فلما بيصير معنا قصص إيجابية ما منركز عليها بس لما بيصير معنا شيء سلبي منحس بيخزلين كتير كبير وكأنه عن جد الحقيقة حطة حطانة ومصررة أنه هي ضل تعطينا هيدا الشيء يالي هو الشيء مش دقيق أبدا لأنه نحنا بالحقيقة مثلنا مثل كل الأفراد لما نحنا منقدر نزين توقعاتنا ونمشي بالخطوات مثل ما مفروض كنا عم تمشي كلنا عنا فرص بأنه نكون عم نوصل للأساس اللي نحنا منتمنيها فهيدا التفكير كمان بيلعب دور بس برجع بذكر ممكن يكون أسبابه الطفولة طبعنا والصعوبات اللي عشناها بطفولتنا وطريقة التربية اللي نحنا عشناها وأهلنا عطشونا إياها فمش شيء نحنا يمكن عنا سيطرة عليه بس اللي واعي عليه بيساعدنا أنه نحنا نقدر نتعامل معه ونتخطي تالت نقطة حابة أحكي عنا اليوم هو كيف بتعامل مع هالخزلين بوقته أنا هلأ اتعرضت للخزلين هلأ هلأ من دقيقة من دقيقتين مش عم بحكي على المدى البعيد من دقيقتين اتعرضت لهيدا الشي ريت كووت مرة وهيك كتير رفتتني أنه الخزلين مثل الموجة الموجة يلي بالبحر هو الشيء نحنا رح نطلع وننزل ممكن تكونها تطلع والنزلة قاسية مش سهلة وبتاخد شوي وقت بس بدنا نجرب أنه نحنا نطلعها ونرجع ننزله شوي شوي لحتى نقدر نتخطيها فرائدة وايل اتباس فأدي حلوة الجملة أنه طلع على هالموجة لكانت خلصة تستمتع فيها ومش بالمعنى الإيجابي بس أنه منقطعها لهيدا الفترة فهوني في نقطة كتير مهمة أنه عن جد في مواقف بالحياة ومشاعر بالحياة بدنا نعيشها يعني أنا ما فيني إيجي أتوقع أنه رفيته ما تعزمني عرصة وأنا ما أزعل أنا ما فيني أتوقع أنه يقطع عيدة وما يعيدني وأنا ما أزعل أنا ما فيني أتوقع أنه اكتشف أنه بي عم بيخون أمي وما أزعل ما فيني حتى مثلا أتوقع أو أشوف أنه الزوجة يلي كان دايما يرسم لحياتنا مع بعض على أنه هي مشاركة بس صارنا ببيت واحد عم بيتصرف معي بطريقة تانية مختلفة ما فينا يعني مش منطق أنه نحنا نتوقع من حالنا أنه نحنا ما ننخزل يعني هيدا شعور ونحنا بدنا نعيشه ما فينا نجي نقول أنه لا أنا مش رح أزعل لا بدنا نحسه لهيدا الشعور بدنا نطلع على هاي الموجة نحس المشاعر وشوي شوي نتعامل معه هيدا أول نقطة تاني نقطة لما من روق شوي هون بنرجع نحنا فينا نفكر شو بدنا نعمل نقطتين كتير أساسيتين فينا حسب نحنا كيف منرتاح وهيدا خيار شخصي في ناس بيحبوا يقعدوا مع حالهم يفكروا بالموضوع يجربوا يفهموا وبعدين يحكوا فيه وفي ناس بفضلوا أنه يحكوا فيه حتى يقدروا يفهموا المهم نعمل هيدول الخطوطين واحدة منهم أنه نحنا نعبر نطلع الأمور من جوتنا ممكن مع الشخص بحد زيته أنه نحنا نجرب نفهم شو صار بس هيدا بعتقد عامة بتصير شوي بمرحلة متقدمة أكتر ممكن مع شخص آخر بنوسق فيه صديق أو حدا من العيلة بقدر أحكي معه ممكن حتى نلجأ لمعالج نفسي ممكن نكون عم نتعامل مع هيدا الموضوع بناشاطات أخرى يمكن أنا بحب أكتب بحب أرسم أو أي طريقة أخرى بتساعدني أنه تطلع هالمشاعر اللي جواتي ولا مرة التعامل مع المشاعر بالكبت بيكون حل أنه لأ أنا هلأ بتخطي هالموضوع ومن أول حدا وآخر حدا بيصير معه هالشي فيالله لأ كتير أساسي أنه نحنا نواجه ونتعامل مع هيدا الشعور شوي شوي بالطريقة يلي بتريحنا تاني نقطة لازم نكون عم نعملها هو أنه نفهم نفهم شو صار شو اللي صار غلط وين صار هالسوق التفاهم بهالقصة كلها لحتى نحنا وصلنا لهون لهالقدة أنا نخزلت من شخص يعني أما عم بيحكي أنه شخص زعجني أو شخص عامل شي كنت بتمنى أنه ما يصير لا لا فيه خزلين يعني فيه شعور هالقدة كبير أنه أنا حاسس أنه الشخص خزلني نزل من عيني فهيدا شعور كتير مهم وكتير أساسي جاري بنفهم شو صار هل هالشخص كان فيه شي لازم يفسره مافسره هل هالشخص عم يقطع بظروف معين أنا ما عم بفهمها هل أنا عطيت مجال أكتر للعليقة وأنا ما كنت منتبه وبرجع بقول نحنا ولا مرة منلوم الشخص على الشي اللي بيصير معه من شخص آخر بس أكيد أنه نحنا بمحلات فينا نكون عم نتعلم من الصعوبات اللي بنقطع فيهم من الخزلين اللي ممكن نكون عم نعيشهم هلأ من الأمور اللي نحكى فيهم كتير بالستوريز أنه أوقات بيكون هالشخص حدا من العيلة فأنه نحنا لما منقول هالشخص طديق أو الشريك أوكي خزلني وخلصت هالعليقة وكل واحد رحه بطريق بس كيف إذا الشخص اللي خزلني هو إخته كيف إذا الشخص اللي خزلني هو أمة أو باية أو حدا أنا كل يوم بشوفه كل يوم بقعد معه وبمحل مجبور أو مضطر أنه أعمل هيدا الشي دايما لما بيكون في سوق صلوك عم يصير من الأهل شو ما كان نوع لهيدا سوق الصلوك علاقة سهمة بيناتنا عملوا شي خزلنا طريقة التواصل طبعهم معنا ما منحبها وغيرا من الأمور اللي ممكن تصير دايما منحط احتمالين أساسيا أولا هو أنه نحنا نكون عم نحط حدود بهيدا العلاقة هلأ بحكي شوية أكتر عن الموضوع والتاني واحدة هو أنه نحنا نقطع العلاقة قديه صعب أنه نحنا نقول هاي الجملة بس أنا بهمني دايما نقول أنه بي محلات معينة ربينا بالمجتمع أنه شو ما عملوا أهلنا عادي هيدول أهلنا بالنهاية بس بي محلات كتير مهم نعرف أنه لما نحنا منكون متفاهمين ما حالنا ومتصلحين ما حالنا وفاهمين الأمور كيف عم بتصير وهلأد هيدا العلاقة عم تأزينا مش آخر الدنيا ومش نحنا سيئين إذا قررنا نقطع العلاقة هيدا خيار نحنا فينا نعمله بس أكيد الخيار يلي هو ممكن يكون أقرب لألنا وبيعطينا سلام لألنا أكتر هو أنه نحنا نحط هالحدود أنا ما بنهل العلاقة تماما مع الشخص بس أنا بخلي هيدا العلاقة تكون ضمن حدودها ما بخلي هالشخص عن جد يكون إله تأثير مباشر على حياته إن كان بتحديد هاي الحدود وبإنه ما خلي يوصل لمحال يأثر علي وبمحال تاني إنه أنا كون عم بعرف اتعامل مع مشاعري لما هالشخص بيعمل سلوكية بتزعجني شو الفرق بين لتاني كتير في فرق بين إنه أنا شخص حتى حدود بمعنى إنه بخفف المرات اللي أنا بشوفه فيهم مثلا إذا أنا بكون مثلا بعرف إنه لازم كون روح عند أهلي مثلا إذا أنا مش عايشي معهم بس أنا لازم كون عم بروح عند أهلي خمس مرات بالأسبوع فين نقصهم ليصيروا ثلاث مرات بالأسبوع مثلا هاي واحدة من الأمور اللي أنا بعملها لحتى خفف احتمالية إنه هن يعملوا شي بس بالوقت نفسه في ثلاث مرات أنا رح روح فيهم فممكن يكونوا عم بيقولوا أو عم يعملوا قصص عم تزعجني بهيدول الثلاث مرات اللي أنا بدي شوفهم فيهم بدي جرب مرن حالي قبل بوقت إنه هاي سلوكية رح تصير فأنا ما رح خلي هالشي أسر علي أو رح كون عم بتأكد إنه التأثير يكون بأقل ضرر ممكن مش دايما منقدر نسيطر ومش دايما منقدر نتعامل مع هاي الموضوع بس هيدا جزء من المشوار وكتير أساسي إنه نحنا نكون منتبهين على تأثير الناس علينا أو الشي اللي بيقولوا أو بيعملوا علينا ما في شك برجع بقول لما بيكونوا الأهل نحنا دايما نربينا إنه الأهل رح يقدموا الأفضل رح يعطونا أحلى أمور وممكن نحنا نكون ناطرين الأمان رح يكونوا الأشخاص يلي بيسمعونا فكيف أنا بدي حس إذا أمي هي الشخص يلي كل الوقت بيتمسخر علي كيف رح حس أنا إذا أمي هي شخص دايما وهذا مثل ذكرته أحد الصبايا هي حدا دايما بيدافع عن الذكور وبتعتبر إنه المطالبة بكل حقوق المرأة هو شي سلبة فهي عم تأزيني لأنه عم تأزيني أفكاري كمان هيدا الخذلين بالأشخاص يلي حاولنا صعب مش سهل خاصة أن الناس اللي نحنا منتوقع أنه هن يقاونا وهن يكونوا استند لألنا فهون برجع بقول مع الأهل الموضوع مش سهل بس نحنا بنجرب نحط حدود هيدا الحدود بتكون عبر تخفيف الأوقات اللي نحنا منكون موشودين معن منجرب قدمة فينا أنه نحنا نوضح القصص اللي بتزعجنا يعني أنا لما بيكونوا عم باعت مثلا مش متعلق بالخزلين تحديدا بس أما أنا بتكون أما يكري الوقت بتقلي عقباليك 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 وأنا هيدا الشي ما بحبه لازم بمحلات إلا أنه ما بقى تحكي معي بهالموضوع كون شوي هيك سارمة بالشي اللي أنا بيقوله مش يعني هي رح توقف تقول هالشي بس ممكن عد القليلة تفكر مرتين قبل ما تحكي الجملة فهون كتير مهم أنه نجرب نوضح القصص اللي نحنا ما بدنا إياها تصير ونجرب قدمة فينا نخفف من احتمالية أنه نحنا نتواجه بمواقف أو نتواجد بمواقف بتخلينا نتعرض لشكل من أشكال الخزالين بعدين أنه صرنا بالنقطة الخامسة أو السادسة رح أحكي بصورة عامة شو هي الخطوات اللي نحنا فينا ناخدها بحياتنا لحتى إذا بدكن نعمل وقاية من الخزالين أو نعرف إنه نحنا عم نحط أو عم نجهز حالنا لحتى ما نتعرض لهيدا النوع من السلوك مش يعني ما حنحسه لهي الشعور ومش يعني ما حد رح يخزلنا بالحياة بس على الأقل منكون نحنا مجهزين حالنا شوي أو محصنين حالنا لما كتير يصير معنا هيدا الشي أول واحدة هي إنه نحنا نحط حدود زكية مع الأشخاص أنا بدي أعرف إنه أنا الشي اللي بدي حطه مع هالناس ما في حدا بيفوت على حياتي وبيصير بيغزوا بحياتي حدا مش موجود بيصير كل يوم كل يوم موجود بيعرف كل شي عنه كل شي صار بينتنا مفتوح ومباح ما فيه الشي كتير مهم ننتبه كتير معرف ناس بعتقد كل حدا حولنا بيعرف حدا هيك على الأقل بيكون رفقة مع حدا منحسوا نعايشين مع بعض هؤل الأشخاص فجأة هالشخص بيختفي من حياته بيبطله بيحكوا مع بعض بيصير في حدا تاني وبيصير في هيدا الباترن هيدا الدوامة دايما موجودة بحكي معه كتير على كتير 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 وطيدة بتنتهي ما بيعودوا بيحكوا مع بعض عشوية بيصيروا بيحكوا على بعض وبينتقل هالشخص لعلاقة تانية لأن هالشخص ما بيعرف حتى حدود نحنا لما بنكون أصدقاء مع أشخاص أو بعلاقة مع أشخاص هالشي ما بيعني أنه أنا حياتي صارت مرتبطة بهالإنسان وكل تفاصيل بحياتي هالشخص يجب أن يكون فيها حياتي هي حياتي وكل شخص بيفوت على حياتي هو قيمة مضافة أكيد وشخص أنا بحب كون معه بشاركه بعض الأمور اللي بتصير بحياتي بس ما أنا بيصير هو عايش حياتي معي ما حدا بيتحمل حدا 24 على 24 أدما نكون منحب هيدا الحدا بده يكون في حدود بيناتنا مين ما كان الشخص يلي نحنا معه تاني نقطة هو دايما نذكر حالنا أنه ما في حدا بالكون بيقدر يعطينا كل شي نحنا بدنا ما في مش موجود ما في أصدقاء بيكونوا بنفس الوقت للسهر وللأحاديث العميقة وللدرس وللشغل وللطبخ وللأكل يلي منحبه وللدهر على المطاعم وللفيقبكير وللسهرات لما بنا نسهر ما بتزبط كل أشخاص عنده نوع حياة معين وكل أشخاص هني تركيبة من كذا شغلة فأنا للحاجات تبعي مستحيل يكون في شخص تاني عنده إياهون مية بالمية هني نفسهم ما بتصير بيضال في الشي هالشخص ما إنه قادر إنه قادر وممكن ببعض المحلات إنه هو يعمل هالشي كرمالي مش غلط بس نحنا لازم ننتبه إنه ما في شخص قادر يعطينا كل شي بكل الوقت فما تكون توقعاتنا هالأد عالية وما نكون نحنا ربطين حالنا بشخص آخر نقطة كمان كتير مهمة وكتير أساسية هو إنه نحنا نعبر عن شو بدنا أنا شو متوقع من هيد العلاقة شو نوع هالعلاقة إذا في شي أنا ما بيريحني أو بيزعجني أو شي أنا بحب بقول شو هني لحتى يكون واضح للشخص اللي بيوجري شو نوع هالعلاقة وكيف أنا بحبها وشو الشي اللي بيحفزها وشو الشي اللي ممكن يكون عائق فيها نقطة كمان بتلعب دور كتير أساسي هو العطاء نحنا قدام نعطي بشوف أوقات أشخاص بعلاقة وهي دي واحدة من الأمثلة اللي نذكريت رح تسمعه صوت ورقة بس بدي قريلك هذا المثال كتبته هون تركني عموقف تافه وأنا متحملة منه شرب وإهمال ومعاملة سلبية عم تتخيلوا الموقف يعني هين حقيت حسيت بالخزالين لأنه أنا عملت كل شي كرميله ضحيت بكل شي كرميله كتير كمان ناس قالوا أنه أنا عملت كل شي حربت الدني كرميله وتركني قدام نحنا عم نعطي كتير 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 أكتر من ما نحنا عم ناخد هيدا الشي بحسسنا بي عنجات خزالين كتير كبير بس بمحال كمان نحنا عطينا أكتر من ما مفروض نكون عم نعطي أنا ما فينا يتحمل إهمال من شخص أنا ما فينا يكون عم بتحمل شرب وعنف من شخص أنا ما فينا يكون عم بتحمل أنه شخص ما عم يعمل ولا شي بالمقابل أنا عم حارب الدنيا كرميله بنا نكون شوي نحنا لطيفين مع ذاتنا نتوقع من الشخص على القليل الشي من يلي نحنا عم نعطيه فبمحال النقطة الكتير أساسية هو أنه نحنا ننتبه نحنا قدي عم نعطيه لأنه الشخص يلي أوقات بيكون عم بياخد بياخد من دون نوعي وبياخد 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 وما بيفكر يعطيه لأنه بيحسوا أنه نحنا ما عم نطلب وما إحنا مش متوقعين منه شي بس بالوعي نحنا متوقعين لأنه نحنا قدي فينا نضاين ما في حدا بيضاين بس عم يعطيه فهيدا نقطة كمان كتير مهمة وكتير أساسية نقطة أخرى كمان كتير مهمة هو أنه ناخد وجهة نظر الشخص الآخر أوقات عن جد الشخص ما بيكون واصل أو قاصد السلوك اللي نحنا شفنا بيصير سوطة فيهم بالحياة ما عم بقول أنه الخزالين من شخص عم بيخون في وجهة نظر يعني لا أكيد في قصص ممكن نسمعها من الشخص بس أنا عم بحكي على المواقف اللي نحنا ممكن نواجهها بالحياة عن جد أوقات نحنا منوصلنا رسالة ومنفهمها ومنحللها بطريقة وبيكون في وجهة نظر مختلفة تماما للموضوع كتير أساسي أنه نحنا نجرب نشوف ونفهم وجهة نظر الشخص الآخر وتعم بحكي هلأ على وجهة النظر تذكرت كتير أوقات بيوصلني رسائل من أشخاص أنه تركنا أو تطلقنا بس هلأ عبالة إرجع غير أنه بمحلات في أمور نفسية وفينا نحكي فيهم بحلقة تانية أنه ليش نحنا بعد ما نترك ونبعد عن العلاقة من حنلة بعيدا عن هي النقطة بيهم نذكر نقطة كتير أساسية أنه نحنا لما منقرر أنه نفصل أو ننهي علاقة أو نطلق أو غيرها من الأمور التي ممكن تصير معنا بالحياة كتير مهم أنه عن جد ندرس خياراتنا مظبوط نحط الإجابة والسلبة بسلة ونشوف إذا نحنا كأشخاص قدرين نوازن هل هالعلاقة عن جد لازم تنتهي أو فيه شي نحنا فينا نشتغل علاقة أو هل أنا عم بتسرع لأنه أنا هلأ مخنوق ومش عم فكر مظبوط ومش شايف العلاقة بطريقة مثالية أو بطريقة سليمة إذا بتكون مش مثالية فهي دا شي كتير مهم وكتير أساسي أنه نحنا كأشخاص نتذكر القصص الإيجابية والقصص السلبية بالعلاقة ونجرب نشوف شو هو الشي اللي نحنا قدرين نمشي فيه هل هيدا الشي اللي صار بهالعلاقة على الرغم من أنه هو كسر شي جواتي أو زعلني أو زعجني أو حسسني بهالخزلان هل هو شي بيمس بالمبادئ الأساسية طب حياتي أو هو أنا شي بقدر وضح للشخص اتعامل مع الشخص بالموضوع وجرب ناقش وشوف إذا نحنا بنقدر نوصل لحل مش دايماً الخزلان بيودي لنهاية علاقة ممكن يكون موقف معين نحنا حسيناه عشناه مع الشخص وقدرين أنه بالتعاطي وبالتواصل أنه نحنا نحلها فكتير أساسي قبل ما نحنا نكون عم ننهي قصص أنه نحنا نكون بيوضوح عم ناخد ومنعتي نحط القصص بميزان ونتأكد أنه الخطوة التي عم نعملها هي سليمة أخيراً ومش آخيراً عن هيدا النقطة تحديداً هو أنه بمحلات لازم نمشي مش دايماً الخزلان أو العلاقات بتتصلح أكيد بمحلات بتتصلح بس بمحلات بدنا نمشي بمحلات بدنا نعرف أنه في صداقات ما بتكفى أنه في ناس مش صحي أنه نبقى معهم وسبق وحكينا بحلقة كمان عن الصداقة الصحية والغير صحية كمان هاي الحلقة كتير ممكن تساعدكن أنه تفهموا أكتر الأمور كيف بتصير أو أمتى الصداقة بتحمل أنه أنا اسعى أنه زبطها وأمتى هالصداقة عن جد ما في أمل منها بس أنه أنا عم بعطي وبعطي وبعطي لأنه ما بدأت تخلى عنها إن كان لأنه هالشخص بيعني أو إن كان لأنه طويلة صار لوقت وغيرها من الظروف كتير أساسي إنه نحنا عن جد نعرف إنه بمحلات شو ما كان لازم نوقف ونقول خلاص خلصت هاي هي ما بقى فينا أمشي فيها أكتر ولا بقدر اتحمل أكتر بهذه القصة نقطة أخيرة قبل ما أنهي الحلقة بمحلات كتير الخزالين هو بمثابة صدمة نفسية من عيشها إن كان حدا صغير اكتشف إنه حدا من أهله عم بيخون الشخص الآخر وتهزهزت سقته بالعلاقات وبأهله وبصورة الأب وبصورة الأم أو مواقف أخرى ممكن تحطنا فيها الحياة كتير مهم نعرف إنه الخزالين لما بيكون عم بيأثر على حياتنا اليومية وهلأ حققتها أمثلة مش غلط أو بالأحرى يفضل ولازم نكون عم نروح لعند معالج نفسي نشتغل على الموضوع بالعلاج النفسي لحتى هالشي ما يأثر على نظرتنا للحياة بصورة عامة وعلى أدائنا اليومي فلما بتحسوا إنه ما قادرين تتعاملوا مع مشاعركن أو ما عم تقدروا تركزوا ما عم تكون النشاط والحيوية أو هيك المحافزات لحتى تقوموا بنشاطاتكن اليومية لما بتحسوا إنه علاقاتكن إن كانت علاقات العمل أو علاقاتكن الشخصية عم تتأثر أكلكن عم يتأثر نوعية الأكل تبعكن أو كمية الأكل يلي عم تاكلوها أو عم تكون كتير أكتر من العادة أو عم بتكون كتير أقل من العادة يعني حاسين في تغيرات فيها لما بتحسوا إنه خلص كل شي رح يشير معي سلبة وأنا حظ هيك بالحياة وما رح أحصل على شي إيجابي ومن علاقة لعلاقة عم بتراجع وكل مرة أضرب من مرة وأنا ما بستهل وغيرها هاي كلها عقلية بتدل إنه نحنا بحاجة لعلاج نفسي بحاجة لتعامل مع هيد المشاعر وهي الأفكار لحتى نقدر ننظر للحياة بنظرة بتساعدنا إنه نحنا نتقبر الخطوات ونعيشها ولا مرة تضلكم عايشين بهالمشاعر السلبية لوحدكن ما حدا بيستاهل أو بيستحق إنه يعيش هيك شي فدايما نواجهوا هاي المواقف والمشاعر بتعامل معها باللجوء للأشخاص المختصين بإنكن تجربوا قدمة فيكن تحترموا حالكن تحبوا حالكن توثقوا بيحالكن إنه أنتوا قادرين تطلعوا من كل هاي الصعوبات بطريقة حلوة بطريقة مريحة بطريقة بتوسلكم إنكم تعيشوا الأمور يا متل ما أنتوا بتحبوا تكونوا عم بتعيشوا أخيرا بيهمني أقول الخزالين شعور كتير صعب يلي عاشوا بيعرف أده هو صعب إن كان من صديق أو صديقة إن كان من حبيب أو حبيبة إن كان من الأهل أو من أي شخص آخر منواجهوا بالحياة حتى أشخاص معنا بالشغل بيوجع بيخلينا نحس حالنا كأنه الدني فجأة هيك برميت فينا وما فهمنا شو صار فلما بتحسوا هاي المشاعر سمحوا لحالكن إنكم تضيقوا لأنه مش سهل نعيش هالشعور بس رجعوا وراجعوا المواقف وشوفوا شوش اللي فيكن تعملوا لحتى تحسنوا هيدا العلاقات وتحسنوا علاقتكن مع حالكن مع الحياة ومع الناس يلي حاولكن شكراً كتير لكل يلي سمعوني ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انستغرام لأرسل أسئلتكن وتشوفوا أكتر وأكتر شو رح نحكي عن هيدا الموضوع في كل تلقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي باي